بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله الشباب وعي وسعي هذا هو العنوام أيها الإخوة الكرام ربنا جل جلاله خلق الإنسان وكرمه رب خلق بن آدم وكرمه هو اللي قال في القرآن ولقد كرمنا بني آدم سورة الإسراء الأيار رقم سبعين رب سبحانه وعطى كرامة كبيرة لبن آدم كرمه من مظاهر التكريم من مظاهر التكريم أن أسجد الملائكة لآدم سجودة كريم هذا شرف كبير أن أرسل النبيين والمرسلين ربما خلاش البشر يتيهوا يضيعوا بعث لهم صفوة الخلق لهم الأنبياء نذكر بهذه المعاني باش ما ننساوش هذه من نعم الله وإلا الإنسان واش يدير يعني في الحياة يأكل يشرب يكبر يموت وخلاص تنتهي حياته ولكن الأنبياء والمرسلون هما اللي رشدوا الناس بني آدم إلى ما فيه الصلاح والفلاح رب سبحانه وعز وجل كي بعث الأنبياء والمرسلين خبرهم باش يخبروا الناس بلي ربي واحد باش الناس يتواصلوا مع ربي يعرفوا بلي هذا الكون له خالق الواحد يستحق أن يعبد باش الناس يعبدوا واحد برك رب سبحانه وعز وجل ومن الآيات الدالة على هذا المعنى الآية 25 من صورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى قراءتان إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ربي واحد أربي ون أرسل أشري فرات يلا هذه نعمة كبيرة جدا باش الإنسان يوحد الله عز وجل ويؤمن به زيد كمل ما يحبسش هنا لازم يعبدوا إذا كان عابداً لله ما يضيعش إذا كان عابداً لله ما يضيعش كل الرياح وكل العواصف والفتن اللي يلقاه في الدنيا والدنيا معمره والدنيا معمره مليح تلقى عنده إيمان وعنده عبادة صمام أمان خطر العبادة ورافقه لذلك ربي قال إياك نعبد وإياك نستعين صورة الفاتحة إياك وحده نعبد وإياك نستعين وربي قال في صورة الذاريات الآية الـ 56 وما أرسلنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال وما واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كل آيات تنتعي العبادة نستحذرها وعبادة الله شرف الشباب المسلم الشباب الرسالي الشباب الرسالي وعي وسعي نبدأ نفتت هذه الكلمات الشباب وعلى بلكم أحسن وأجمل مرحلة في الإنسان هو الشباب على عندهم كل الشاب عنده القوة البدنية صح مجهد صحة إيدي الرياضة وإيدي الرياضة كل الرياضات ولكن صاحب الرسالة ما نخافه منه الرياضة واللي عامل قوة ووعي ويخدم الشاب عنده قوة بدنية عنده خاصية ثانية عنده قوة عقلية هو صغير العقل انتعه جديد وإن شاء الله لازم يخدم عقله ما يخليش ما يخدموش ولكن ضحية من ضحايا التكنولوجيا المدمرة بإساءة الاستخدام فهي دمار إذا كان الشباب أساءوا استخدامها أما إذا أحسنوا استخدامها تولي أيضا عامل قوة إذن عندهم قوة عقلية الثالثة خاصية أخرى أن الشباب جايين للدنيا معنى المستقبل وقدامهم هذه مهمة جدا مشكة مليسا كبير يقدر يقول المستقبل يخلي تولور لا هذو المستقبل تاعهم مره القدام زيد خاصية أخرى أنهم عندهم طموح طموح عندهم آمال صغار ولكن هذه الطاقات إذا كان كانت حققت الشرط الأول لهو الوعي الله بارك تولي يولي والشباب عامل عمار إذا كان الشباب تاية مهزوم ضائع يدخل في نفق المخدرات والسموم البيضاء هذا يولي طاقة دمار فالشباب إذن عنار أو دمار لذلك نحتاج إلى هذا المعلم الأول وهو الوعي قبل السعي واش نقصده بالوعي الشاب الوعي يجب يعرف ربي ما يجيش واحد الشاب يقال القراية والعلوم وكذا يعرف ربي يقول واش نديره بالعلم من تاعك لا شي لا نفرح بك اقرأ واش حبيت إذا ما تعرف هذا اللي رهي دبر الكون تغيظ تغيظ جدا لأنك شاب مهزوم تائه ضائع لا مستقبل لك لأنك ستلقى الله وتنتقل من دار الفنى الدنيا هذه إلى دار البقى وتندم حيث لا ينفع الندم ذلك لابد نركز على أمر أول في الوعي اللي هو الإيمان الدليل في صورة الكهف الآية 13 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى هاي فرات هاي لفايد الروت كم يقول أصحاب الإعلام هذه إنهم فتية فتية آمنوا منزم يقول لنا يا خاطين لا آمنوا بربهم وزدناهم هدى رب سبحانه سيرعاهم برعايته التامة الكاملة رب يخليهم خطر في الوقت هذا آمنوا برب انتهى كملوا مساءة الإيمان نروح لحاجة أخرى كما قلنا قبل الآن في العباد يا عبد ربي ما يقول لشنا دير الرياضات والقراء يوم لا دير الرياضة الله يعينك وقرأ وسافر بسم الله ما شاء الله ولكن كن عابد لله أكثر من شهود الخير الآن شوفوا الشباب الواعي الله يبارك عندنا خير كثير يصليوا في الملاعي يصليوا في طريق يصليوا في المساحة الخضراء في الرياضات يمارسوا الرياضات وعندهم حضور وإنجازات وإبداعات في عديد المجالات ولكن يا عبد ربي بسم الله ما شاء الله حلوة جدا إذن يا عبد ربي إياك نعبد وإياك نستعين صلاة هذه تعس صمام أمان ربي قال إن الصلاة تنهى تنهى عن الفحشاء والمنكر إذن هذا عامل مهم في الواعي الشاب الواعي زيد لازم الشاب يعرف الواقع عن تعه الشاب العربي بن مهيدي شاب يعرف الواقع عن تعه وبن بولعيد وعميروش وديدوش جميع يعرف يعاشوا ما كانوش خارج التاريخ لا كانو يصنعون التاريخ صناع التاريخ الرجلة هذه كل عندهم بسم الله ما شاء الله أو ربي سبحانه يحب الرجلة ولا لا وجاب لربي الشعب الجزائري الشعب الجزائري يحب يقول كون معي راجل ولا لا يدون عقود يدون كل شي ولكن بلا كاغط بلا موثق بلا عادي الناس هنا في تيسم سيلت وغير في تيسم سيلت يخدموا عقودهم وكل شي كل شي يديروه بالكلمة الرجلة والرجلة هذه الجزائري يحبوها أجدادنا اللي لحقناهم كلمة الرجلة دايما حاضرة في ألسنتهم وفي معاملاتهم فصارت ميزانا يقاس به الناس قول لا 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 هاوك يخرج الخبار يقول فلان راجل فلان راجل والرجل رب يذكر هاتين بخلاش نروح لصورة ياسين الآية عشرين الآية رقم عشرين وجاء من أقص المدينة رجل كمل يسعى لذلك هذا العنوان وعي وسعي وجاء من أقص المدينة رجل يسعى إذن الشاب والشباب كي يكون عندهم الوعي ما يدخلوش في نفق الأفهات هذه الاجتماعية ما كان لها شراب الخمر أم الخبائف لا لا يوليدي بعد على هذا بشي مليح هو ربي حرمه إخي انت مؤمن فلينها زيد صلي الصلاة عماد الدين إن الصلاة تنهى يعني يدفع شيء المنكر زيد حاجة أخرى بعد على هذا الخمر لأنك تديك للهاوية طيّع لك عمرك تديك عشرين ثلاثين ربعين سنة تروح لك كي تفيق هذا إذا كان فقت يا إما فاتك الحال وبالك تموت أقبل ما تفيق وتروح لربي وأنت عاصي وكل واحد يبعث على ما كان عليه المخدرات هذه السموم البيضاء المدمرة صارت خطرًا يهدد الجميع ما كان حتى واحد يقولك أنا في مأمن أنا خاطيني لا لا ما كان حتى واحد يقدر يقول أنا خاطيني كلنا مهددون لذلك لابد من صناعة هذا الوعي اللي يفهم هؤلاء الشباب بش يفهموا باللي هذه الخمور والمخدرات بجميع أنواعها كلها حرام وضعي طيّع حياتهم وتخليهم يدخلوا في نفق يديهم إلى مشاكل أخرى كان يروح للجريمة ليدخل في المخدرات يقدر يدير جرائم العنف بجميع صواره ويلقى روحوا بدل أن يكون في الرياضة وفي العمل وفي الشركات وفي المصانع وفي الإدارات وفي جميع المجالات يلقى روحوا في السجون ينتظر كاش ما يكون عفو ولا كاش ما يكون هكذا يخرج من الحبس وكي يخرج رحلوا سنوات وسنوات في شل التعب عياء وهذه النتيجة من تمنوها حتى الواحد يا شباب أنتم الأمل ولكن في الوقت نفسه نريد الشباب الواعي وصناعة الوعي مهمة الجميع نبدأ بالأسرة ثواشولت المحظن الطبيعي ثواشولت أعلى بنا بالأسرة وحدها ما تكفيش ويا ما كان الأسرة مؤمنة الصلاة وكل شيء والعبادات أولادهم ضاعوا راحوا خطر الشاب هذا كان اللي يخرجوا وكان اللي يجيه يرفض بورتابل هذا الهاتف النقال يستقبل العجب من الثقافات والعادات وسوء الأخلاق إذا أساء استخدام هذا الجهاز هذا الهاتف النقال إذن جمعت الخير ولا يخرج يلقى الصحبة لمشي مليحة ادوه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل الشباب الرسالي وعي وسعي ثمزين عزيزة غلايث عليف ثمزين وين مزين انصر جوسي الجيهاز اذي السين فافيس اذي السين ربين خطر موري السينار ربين اذا عرقني فردان إذا كان الشباب ما عرفوش ربيتيه يضيعو المزين ماذغن ذفنون زمرن الشباب اذا أرادوا البنا فعلوا اذا كان الشباب اذا كان الشباب اذا كان الشباب أرزرعا لا ياس نرجو من شبابنا أن يكون ممن يكون مع من يبني ولا يهدم يجمع ولا يفرق يرفع ولا يضع هذا هو الشباب الذي يصنع الحضارة ويزرع الأمل في قلوب الجميع الأسرة من يصنع الوعي ثواشولة الأسرة رقم واحد زيد الجامعة الجامعة المسجد الجامعة يخدم المجتمع علاش عندنا الجوامعة وإلى نصلي وبرة هو انبياء صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ولكن عندنا جامع وبالمناسبة نحيي كل اللي عنده غيرة على بناء المساجد يبنيه الجوامعة ونتمنى أيضاً هذه الغيرة تنتقل أيضاً إلى بناء الإنسان إلى صناعة الرجال إلى الإنفاق في تكوين الرجال والشباب في العلم وفي العمل في جميع الميادين لأن هذا المجال أيضاً يحتاجه إلى إنفاق فالركائز قبل المراكز الركائز قبل المراكز ممكن نؤسس مراكز مراكز بحث مراكز تفكير مراكز في جميع المجالات ولكن وش كون يعمر هذا المراكز لازم الرجال الركائز كما قال سيدنا عمر في القصة المعروفة كل واحد يتمنى على الله قالوا تمنى أنت على الله واحد من الصحابة قالوا أنت منى هذا الجامع يكون معمر يذهبوا الفضاء ونفقها في سبيل الله وهذا حجم لها دراهم والمال بش ينفقوا في سبيل الله كل واحد وش تتمنى قالوا تمنى أنت يا عمر وانت وش تتمنى قالوا ما شو تمنى أنت منى هذا الجامع يكون معمر بالرجال من أمثال أمين هذه الأمة أبو عبيد عامر بن الجراح إذن مرة أخرى ربي قال في صورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إذن المسجد عنده دور كبير في صناعة الوعي زيد أدنغى المدرسة المدرسة إيلاق إذن ستقذش أتربي أتولى أترشد أتزرع في الرجزة الفهام الحذاقة هذه القيم أيضا المدرسة مطالبة بزراعتها المدرسة مطالبة بصناعة الوعي وببناء لأن هذا الذر يفوت عليهم الإبتدائي والمتوسط وهكذا خطر القراءة وحدها ما تنفعش الدليل ربي اللي قال اقرأ باسم ربك تصيقها لا 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 إذا كان اقرأ وحدها أو كيف أو كيف ما ينفعش ممكن تولي القراءة هذه يدمر بها يخسر بها يرمي لك الشبهات في الفيسبوك يرميها لك قولك ما كيش منها قولو ولو هذه العبادات والطاعة والإيمان خليكم الناس وصلوا لقمر أنتم ما ما زال لكم دوره أو كيف على بلكم رسالة كما هذه هذه نقول رسالة وحدها يقدر بها يدمر ما حال بالشباب وما أدراك إذا كثرت الرسائل لأنه ما هو موجود في هذه البجالات حتى في الأمور أخرى ربي يصطر وكما يكونش غربال باش واحد يصفي به يقدر يدمروه بالشبهات والأمور الأخرى إلى قا غربال يتصفين لذلك الله رحمه اللي قال متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه نروح للإعلام الإعلام هذا الذي لا تحده حدود ولا سدود بدون حدود الإعلام عدده دور يا ابناء يهدم وكل واحد يخير المجال أنت يعوه لذلك الجميع جميع المؤسسات بركز دور الشباب أنقل الجميع ما ذكرته على سبيل المثال لازم تضافر جهود الجميع من أجل صناعة الوعي إذن النتيجة صناعة الوعي مهمة الجميع سعي الكلمة الأخيرة السعي يا الله سيدي عندنا شباب إيمان وعيين كان عندهم كل شيء هنا الخدمة الميدان ما نبقى وش في النظري على بلكم ما كانش زمان اللي عندنا فيه النظري كي مظرك ما كانش بكري واحد يروح من العراق من بلاد الشام إلى الحجاز باش يجيب حديث واحد حديث نبوي باش يرويه عن نبي صلى الله عليه وسلم خدام السنة الرحلة في طالب الحديث يعني راه الخطيب البغدادي كتب كبيرة بزاف تعطينا شهادات لأصحاب العزمات لأرباب العزمات باش يجيبوا شوية القرآن يتمرمدوا اللي لحقناهم بارك يروح للزاوية بعيدة باش يقرأ القرآن ويقرأ العلوم ويقول لي هجرة يخلي أهل ويخلي داره وكذا هاو ذلك يا عجب ترفض بورتابل في يدك هاو كلش صفي القرآن سهلا ذلك ولكن حبس ماشيك نسينا أم ذي يسترميز زاد القرآن ثرويغ العقلية بفغل قرآن يفنون ماشيثين يتهدون ثمسني ثمسني أديوين الفيذة أديوين الغلة الميدان اسمعنا الآية أربي قال في سورة ياسين الآية عشرين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى السعي الخدمة أربي قال في سورة التوبة الآية مية وخمسة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إذن يا الشباب بما تملك من طاقات ذكرناها يلا أدخل الميدان وكل الميسر اللي ما خلق له كل ون كل وحن المهم تنفع برك تنفع خير وين حبيت المهم كون في الميدان أخدم أسعى آه إذا كنت هكذا نقول لك من الآن حققت براءتك اديت البراءة مبروك عليك عليش نقول هالكلام لأنك تبعت الطريق لتسلك نقول سورة الفاتيحة يهدينا الصراط مستقيم هذا يطلق مستقيم أربي قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله الأخلاق اللي أعطى لك ربي وانبي لازم تبعن فيك أنت ماكش نبي ماكش ما لك تبنادم عادي اغلط توب أسمع أرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا أربي رأي يقول لكم ما تخافوش لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميع إنه الغفور الرحيم عليش قلت هذه الآية عليكم على كان مرة وحد الشاب قال كان الآن توب تعي كما قال هو سيبان على خطر دار بزف معاصي قلت هذا الشيطان اللي بغيك اللي خلك يزرع فيك اليأس هو أنت ما زرك الشاب توب وما تخافش جرب جرب التوبة وتشوف أذن لي برواية هذه الرواية أذن لي طبعا ما ذكرت ما اسمه معناها رامستور هذا غير فسطرة مستر فسطرة أكون يفكر ربي السر ليسر ثلاث سر سطرة ولكن القوة تاعها وراها أنه كي سمع هذه الآية قال صفي ما فات الحال وضرك الآن دخل لقع هذا ولا إنسان مؤمن وخد وكذا ومؤمن قال كان نرى ترابي دير تعويض سهلا إن الحسنات يذهب من السيئات تهنى علش قلت هذا الكلام باش ما يجيش أي شاب يقول كان ضعت ودخلت المخدرات وهذا خطابون حتى في السجون يعني مؤسسات إعادة الطربية كي نزوروهم نقولهم هذا الكلام وماذا بك يسمعوه من جميع الزائرين ما تيأسوش من رحمة الله غد وكي ترجع تخرج إطمئن وإن شاء الله نزال الخير القدام والعبرة بالمآلات ولش تصفحيث ورنسايث مديث ولش إظ ورنسايث في جريث سيافو ربي الشيخ محمد الحسين ولش تصفحيث ورنسايث مديث ورنسايث في جريث نعم إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب أرسقوا هذا سعيد الجذرة سديا لا صلي إلى هنا أرسقوا هذا سعي إذن في السعي كل واحد يخدم الشيء اللي يقدر عليه في مجاله فتجتمع القلوب المؤمنة والعقول الواعية والأيد العاملة فيصنع الجميع التاريخ الذي يرويه اللاحقون كما نروي نحن تاريخ الأمجاد وتاريخ الأجداد ونحكي أمجاد الأجداد الخاتمة عندك صمام أمان وحد آخر مهم إيهو أخلاق أخلاق لي ربي واشقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق أخلاق عظيم ربي يشكروا بالأخلاق ونبي صلى الله عليه وسلم أرشد نقع الرجال والنساء صغر وكبار قالك لازم تتمسكوا بالأخلاق واشقال بصلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال في حديث آخر ما مي شيء في الميزان أثقل ره يقول لما كانش خدمة لعدها ميزان عالي ثقيل كما الأخلاق والحديث خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث مئتين وسبعين مئتين وواد وسبعين سلسة أحاديث كلها في الأخلاق قال خياركم أحاسنكم أخلاقا شكل مخير فيكم اللي عنده الأخلاق العالية الحديث اللي بعده رقم مئتين واثنين وسبعين قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا والحديث رقم مئتين وثلاثة وسبعين قال إنما بُعِثت لأُتمِّم صالح الأخلاق رواية البخاري في الأدب المفرد رواية أخرى مكارم الأخلاق هنا إنما بُعِثت لأُتمِّم صالح الأخلاق والسلام عليكم ورحمة الله شكراً لكم شكراً لكم شكرا